سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة ومرحبا أيضا بمشاهدينا على صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة صفحة المرأة المسلمة على الفيسبوك برحب بكم كلكم بشجعكم أنكم تشاركوا الحلقة على صفحاتكم الخاصة وتدعوا آخرين للمشاركة حلقة النهاردة بقى حنستكمل فيها فحصنا وتساؤلتنا عن معاني بعض العبارات اللي بيستخدمها المسلمين النهاردة من غير ما يكونوا عارفين عمق اللي بتكلموا فيه أو بتكون عبارات رنانة ولكن ليس لها حقيقة يعني راسخة في حياتهم على فكرة احنا كلنا بنعمل كده لكن الإنسان اللي بيعيش حياته بتدقيق مع الله ومع الناس اللي حواليه لازم يكون عنده أمانة في أنه يدقق في اللي بيقوله واللي بيعمله والخطوات اللي بيخدها في حياته أنها تكون كلها يعني تمجد اسم الله فخلينا نشوف بقى عنوان حلقة النهاردة اللي هو مسلمة وأفتخر وسؤالي لماذا مسلمة وأفتخر انت بتقولي كده ليه أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة في الحلقة هو إعلان هام حاجة خاصة أنا عايزة أكلمكم فيها سريعا قبل ما ندخل في موضوع الحلقة بعد كده حنناقش مصادر فخر المرأة المسلمة خيال أم حقيقة هي بتقولك أنا مسلمة وأفتخر مصادر الفخر في حياتها من داخل الإسلام دي حقيقة ولا خيال ولا حاجة إحنا يعني تعودنا نقولها وخلاص وبعدين السؤال بقى اللي يجي بعد كده إحنا لازم نفتخر بإيه هل الفخر ده شيء كويس ولا شيء وحش والإنسان علشان يكون مستقيم أمام الله إيه الحاجات اللي نفتخر بيها وإيه الحاجات اللي ما نقدرش نفتخر بيها والنقطة الأخيرة اللي بتمنى إن إحنا نوصل لها النهاردة يعني اللي هي حتكون نقطة من هم من رضي الله عنهم خليني أقول لكم موضوع الإعلان بقى اللي أنا عايز أكلمكم فيه النهاردة الحياة في الفترة الأخيرة وصلتني أخبار إن في بعض الأشخاص بيستخدموا أسماءنا كمقدمين البرامج يمكن أو خدام قناة الحياة أو اسم قناة الحياة علشان يهموا الناس اللي حواليهم إنهم ممكن يساعدوهم في أمور يعني عدة أمور مثلا أمور الصفر أو إنهم يوصلوهم لحد مننا وهكذا اللي حصل إنه في أشخاص بيقولوا إنه مثلا يقولك أنا سيب أتكلم مع الأخت أماني ما هو يعني حضراتكم عارفين اللي بيطلبوني مثلا على كل خطوط التليفونات عارفين إنكم سهل جدا إنكم تتكلموا معي برد عليكم وبكلمكم شخصيا وللي بيطلب بيكلمني شخصيا برد عليه لكن ده لا يعني إن أنا أعرفك أو بدي لك تصريح إنك تتكلم بإسمنا بالمرة فاللي بيقولكم إنه بيتكلم بإسم قناة الحياة إذا كنت أنت نفسك ما سمعتش مننا مباشرة من حد من قناة الحياة ما تصدقش الكلام ده ليه بقى؟ لأنهما بيهموا الناس إنهم ممكن يساعدوهم في الصفر وتسهيلات وكلام من ده وطبعا بياخدوا منهم فلوس والآدهة بقى والأمر إنه إحدى الطرق اللي بيستخدموها الأشخاص دي للأسف يعني إنهم كمان بيقول لهم إن إحنا حنتصل بكنايس في الغرب ومعرفش ليه معلقين على كنايس كندا بالذات أقول لكم كنايس كندا حتكفلكوا وتسفركم بس إيه؟ لو قدمتوا تبرعات لبناء الكنيسة فيعني طبعا ده كله نصب اللجوء لكناده يمكن يكون أسهل دلوقتي ولكن حيكون أسهل بالطرق القانونية خليني أقول لكم حاجة مهمة جدا الكنائس لا تستقبل فلوس من الناس عشان تساعدهم أبدا الكنيسة لو فيه في إيدها حاجة تعملها لإنها تكفى الناس أو إنها تساعد ناس دي بتكون حاجة يعني حصلة من داخل الكنيسة وأعضاء الكنيسة أو الأسباب معينة دي حاجة أولا إحنا كقناة ملناش دعو بها خالص وما هيش حاجة سهلة وما بتحصلش كتير فاللي بيقولك إنه اتبرع لي علشان ساعدك أو اتبرع الكنيسة علشان ساعدك أو الأخت أماني قالت أو الأخ أو الدكتور أشرف أو قناة الحياة فيش الكلام ده خالص يعني يريد تحطوا رقم الواتساب على الشاشة رقم الواتساب ده موجود تقدروا تكتبولي عليه دايما أنا برد على كل رسالة فاللي يقولك حاجة زي كده ما تصدقوش وبعت لنا ودينا تفاصيل لإنه الناس اللي بتعمل كده لازم يتبلغ عنها بصراحة لأنه للأسف في ناس خسروا فلوس كتير في الموضوع ده وإحنا بنصلي من أجل كل المهجرين بنصلي من أجل كل الناس اللي بيدوروا على أماكن يلجأوا ليها وعارفين صعوبة الأمر لكن مفيش هيكون يعني أسلم من الطرق القانونية والصلاة وإنك تلجأ لله مش تسمع كلام حد يعني دايما ربنا بيدينا علامات في قلبنا كده يعني لو عندك علامة في قلبك بتقولك أن الكلام ده مش مظبوط اسأل دور اعملها في النور الرب يتدخل في كل أموركم في اسم ياسوع ويجد مخارج لكم جميعا خليني أبتدي بقى في موضوع النهاردة عندي سؤال هل عمرك كدبت كدبة وبعدين لقيت نفسك صدقتها ممكن يعني فيه أنواع كتيرة من الأكاذيب دي ممكن لوحد يضحك على نفسه بحاجة وبعدين فجأة يلاقي نفسه من كتر ما قالها صدقها علشان كده ربنا عايزنا نكون دايما مستقمين في الكلام وفي التفكير وفي التصرفات عقل الإنسان بيتعامل مع الواقع المر أو الصعب ساعات بصور مختلفة وحسب الظروف والضغوط النفسية والاجتماعية اللي بيواجهها الإنسان في المرحلة دي وفي مراحل مختلفة من العمر والفهم والتطور الإنساني عقلنا بيتعامل مع المواقف اللي احنا بنمر بيها نفسيا وإنسانيا وعقليا بشكل يمكن ساعات يعني بطرق متفاوتة فممكن أقول لنفسي حاجة وصدقها عشان رايح نفسي عقلي أخدها كده عشان يتعامل مع القلم اللي الواحد بيمر بيه هحكيتكم حكاية عن نفسي الحقيقة أن أنا يعني يمكن مع عمرش حكيت الحكاية دي افتكرتها بس النهاردة ربنا فكرني بيها عشان أشارككم بيها هتديكم مثل عن اللي أنا عايزة أقوله لكم النهاردة افتكرت أني وأنا في سنة تغيرة جدا كنت في مدرسة داخلية مدرسة داخلية معروفة جدا في مصر هي دار التربية ودار الطفل وبالطبع كان يعني عقلي بيحاول أنه يتأقلم مع الأمر ده علشان يقبله الأطفال في السنة الصغيرة لما بتبعد عن الأهالي بتفتكر أنه هم نفسهم المرفوضين ولا حاجة يعني مش ما بياخدوش بالهم من الظروف والملابسات اللي سمحت بكده والظاهر بقى أن أنا ما كانش عاجبني اسمي بالذات ما عاجبش عاجبني اسمي أماني ده فقررت أن أنا أغير اسمي وقلت الأصحابي والمدرسين اسم جديد سدقوني ما أنا فاكرة حتى يعني كان اسم أميرة واللي حاجة كده وقلت لهم أن في البيت طبعا دي كدبة كبيرة في البيت اسمي ده واسمي الحقيقي ويعني أنا فخورة جدا بالاسم ده وكل ما يحد يقول لي أماني أقولهم تاني نفس الحكاية قعدت أكرر الحكاية دي لحد ما أنا نفسي صدقت نفسي لكن أنا افتكرت النهار ده ربنا فكرني بالحكاية دي عشان أشارككو بيها بالتحديد ليه بقى؟ عقلي تعامل مع ظروفي بالطريقة دي لكن في ظل تكرر الكلام لحد ما أنا صدقته بس بقى الغريب جدا أن الناس اللي حوالي يعني ولا حد منهم نداه لي مرة بالاسم ده أبدا لأنهم كانوا بيبصوا لي كل اللي حوالي كانوا شايفين يعني أني بحاول أني أجد واقع آخر لنفسي خيال طفلة قررت أني أغير الاسم يمكن يغير لي الواقع اللي أنا كنت عايشة فيه لكن الحقيقة كانت غير كده المثل ده بينطبق تماما على موضوع النهار ده موضوع مسلمة وأفتخر الغريب يعني أن أكبر أو أكتر مستخدمي العبارة دي ستات يعني فيه رجالة بيقول أنا مسلم وأفتخر برضو لكن الستات هم أكتر ناس بيقولوا كده وأنا هقول من الأول أنه واقع حياة المرأة المسلمة وواقع اللي الشرع بيعلمه عنها ويعني الإسلام بيعلمه الفكر الإسلامي كله بيعلمه عن المرأة واقع مرير جدا فعلشان المرأة تتأقلم على ده أو يعني تغير هذا الواقع وتنسب لنفسها أنها فخورة باللي هي فيه وأنها يعني في وضع كويس لازم تقول عبارات رنانة كده أنا مكرمة أنا جوهرة أنا مكتنة أوكي فنفس الحكاية أنا بعتقد أن المرأة المسلمة كدبة كدبة وصدقتها أو كدب المجتمع عليها كدبة وهي صدقتها أوكي الستات أكتر كتير هما اللي بيقولوا كده على كل حال يعني الستات هما موضع اهتمامي لأنه ده برنامج المرأة المسلمة فأنا عايزة أقف وقولك أنه الله وإحنا بننمو في الحياة سواء في السن أو في الخبرة أو في القامة الروحية أو في المعارفة كل ده ربنا بيعلمنا إن إحنا نكون مفتوحين للتغيير وأنا بصلي النهاردة إنك تسمعي بقلب مفتوحة وإنك تكوني مفتوحة لتغيير الله ليكي من إنك تشوفي الحقيقة وتشوفي الواقع المرير ومع ذلك الله عايزة ديكي حقيقة نظرته لكي أنت أوكي تفضلوا معي تليفون مين؟ الأخ مصطفى من الجزائر سلام المسيح معي أخي مصطفى أنت صوتك واضح مصطفى طيب لو الخط أطع معلش ده خلوه لي تاني لو اتصل أوكي يعني خلينا نشوف إنه خلينا نقارن موضوع مسلمة وأفتخر دي الوصف ده بالوضع المزري للمرأة في التشريعات الإسلامية واللي أدى بيها إنها تكون في وضع مزري أيضا في المجتمع الإسلامي بنشوف إنه في مفارقات وأكاذيب كبيرة جدا ونسأل نفسنا سألي نفسك وأنا بسألك النهار ده إيه مصدر الفخر في الأمور اللي هنسمعها النهار ده أنا اخترت بعض الحاجات اللي تكلمنا فيها يعني يمكن كثيرا مرارا وتكرارا ولكن خلينا نفكر بصورة شخصية أوفي فكري أنا بأفتخر بإيه يعني وهل عبارات الافتخر دي المستخدمة اللي انت بتقوليها إهانة أم إكرام الشيوخ في العالم الإسلامي همهم المرأة في كل الوقت أي وقت تلاقي فيه كلام وحديث على التلفزيون هتلاقي إنه المرأة هي المحور بتعمل إيه أو ما بتعملش إيه بتقدم إيه أو ما بتقدمش إيه يستخدمها الرجل إزاي أو ما يستخدمها الرجل إزاي يستمتع بيها إزاي يضربها إزاي يقومها إزاي تصلي إزاي تسمع كلامه إزاي يبقى قيم عليها إزاي دائماً المرأة هي يعني الخط الرئيسي في الأحاديث على كلام الشيوخ وتلاقي بقى أشكال وألوان من طرق الوعز وتخويف النساء فاكرين الشيخ يعقوب أختاه تاه 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 تاو يعود بقى يرجع صادة الصوت كده أختاه والصولة تروح وتيجي عليه وتخوفنا وحاجات زي كده احتاجي بي مش هتنقبي البسي توبي محدش بيقول للراجل ما تبصش لا بيقوله بس يعني التركيز مش عليه هو المهم إن هي اللي تضغطها المهم إن هي اللي يعني تعمل كل حاجة علشان تريح الراجل ما يبقاش عنده شغل كتير يعمله يعني وبعدين بقى اليوفط العريدة بقى حجابي عفتي وتحجبتي برافو عليكي من كل الكلام ده للشيوخ العصريين بقى اللي يزوقوا الكلام ويقولوا لها بقى أنت ملكة في بيتك أنت أميرة أنت مصونة أنت درة مكنونة الست مش عارف إيه ويعملوا فيديوهات كلها يا درة مكنونة ويقعدوا يغنونها كده وبعدين الست منقبة مش باين منها أي حاجة حتى العينين مغمية كده ويحطوا لها تاج ألماز فوق راسها هي دي صيانة المرأة إنك تغطيها كلها دي مش صيانة المرأة خلينا نشوف فياس شوف بقى دي اليوفطة دي يعني عايزاكوا امشوا معايا الله يخليكوا واحدة واحدة فيها ملابس المرأة اللبس هو أهم حاجة الشكل الخارجي بتحكي عن إيه تربية أبوها وغيرة أخوها ورجولة زوجها لو فصصت الكلام كده حتلاقي يعني إنه الكلام ده في منتهى الإهانة للست وفي منتهى الإهانة للعيلة اللي ربتها بصراحة والرجل اللي حيتجوزها كمان يعني من الآخر معنى العبارات اللي تقدمت دي إنه إنتي أولا ما عندكيش تمييز إنك تقرري تلبسي إيه بنفسك علشان تكوني إنتي محترمة لنفسك ولا عندك اختيار لإن أخوكي هيقولك لعي ده ولبسي ده وجوزك هيوريكي هو راجل إزاي وما يخليش حد يشوف طرف ديلك يعني اتفرجوا على الأفلام المصرية هتلاقي كل الكلام كده العبارة دي بتحكي مأساة المرأة المسلمة الأب أولا يعني أحب أشرح لحضراتكو حاجة اللي كاتب ده راجل فاكر نفسه يعني يعني بيعمل حاجة أولا الأب في البيت ما بيعلمش البنت تلبس إيه لكن بيخوفها الأب في البيت المسلم العربي ما بيقضيش وقت مع البنت عشان يعلمها الصح والغلط ولكن هو بس يدي قرارات قهر تلبس ما تلبسش تخرج ما تخرجش تاكل ما تكلش تتحبس ده ده دور الأب فالأب اللي حضرتك بتقول عليه بيربي ده ده مش في واقع التربية العربية أبدا يعني هو بيقال إنه بيربي لكن الواقع يعني بيوتنا كلنا حتى بما فيهم أبوي أنا ما كانش متداخل أبدا في أي حاجة هو بس يدخل البيت الكل يخدمه الكل يتلمي حواليه نخدمه نقضي وقت معاه وإحنا ساكتين محافظين على كل كلمة بنقولها يعني عشان بابا بتاع القرارات كل بيت عربي شرقي مسلم هو بابا بتاع القرارات بس لما ييجي بابا هقوله وماما ترعبك بده لكن اللي بتربي واللي بتعلم العفة الحقيقية واللي بتعلم الأدب والأخلاق والتعاملات هي الأم فالأم هي اللي بتغرس في الإبنة إنها تحترم نفسها وتعتني بذاتها وتبقى عارفة إنها تمثل بقى لو أنت فعيلة مسيحية البنت هتتربى على إنها صورة للمسيح مش زي اتهامتكم البطلة للمسيحيين إنه المسيحية تلبس قصير ومش عارف إيه وبيلبسوا كلام هدوم عريانة في الكنيسة لا المسيحية في البيت بتتعلم إنها صورة لله المؤمنة بتبقى عايزة دايما إنها لا تعتر للأخرين نيجي بقى للأخ وسيطرت الأخ لو كان غيرة أخوها هي اللي هتلزمها إنها تلبس فهي هتلبس قدام أخوها بس وبعدين لما تخرج براء البيت هتعمل اللي هي عايزة اللي بيخاف علشان يبقى شكله صحة قدام الناس ما يعرفش إنه يصلح اللي جواه الأول هو بيباصل للشكل أما الزوج بقى اللي تعلم إنه هو بالقهرة أيضا هيستلم واحدة مقهورة خايفة ويقهرها أيضا في بيته فدي مش رجولة دي اسمها يعني تعنيف الراجل اللي بيستخدم سلطته في إنه يقهر أهل بيته ده راجل عنيف محتاج إنه هو يتغير هو نفسه خلينا نشوف الصورة اللي بعدك ده صورة من الصور أدي ده ده صورة بقى الحلوة المكشوفة في بقى الحلوة المكشوفة والبرتغانة وكلام ده كله أوكي والقطة واللحمة المكشوفة وكلام ده كله يعني إنك إنك الصور دي كلها وأمثالها بتقول للبنت أنت للاستخدام هي المسألة مش البنت لابسة إيه ولا مش لابسة إيه إزاي المرأة المسلمة بتفتخر بإنه يطلق عليها أنت حلوة مكشوفة أو أنت الكلام ده جاي منين؟ جاي من التعليم والفكر الإسلامي اللي قالك إنك لازم تتغطي عشان تبقي محترمة ولكن واحدة لابسة كويس ومحترم ويكون مطويل وشعرها مكشوف يبقى يا متبرجة يا سافرة روح يغطي مش عارف إيه المشكلة في عينيه كنتوا على فكرة مش في الست لابسة إيه فيعني إن المرأة توصف بهذا الوصف إنها حيتلم عليك النمل ويعني وحيتلم عليك إنه غلطتك أنت دايما خليني بقى أوريكو تحديث للأمر ده يعني في حاجة جديدة بقى دلوقتي اخترعوا لنا حاجة جديدة واحد تفاتك يعني مش عارفة بيقولوا إيه استاذ ككده وطلع لنا بالتويتة دي خلينا نشوف الصورة اللي بعد كده بيقولك التويتة دي موجودة بيقولك عزمها والدها على العشاء واتفق مع الجرسون إنه يحطت أمامها أشهى وألز الأصناف وأطيبها انت يعني شايف البنتين قاعدين يعني حتى ما هماش قاعدين مستقيمين لا راسك تحت أنا مش عارفة بيأكلوا إزاي طبعا شفت بيأكلوا إزاي جيل جرسون وهو شايل يحمل أطيب وأشهى وألز المكولات ولكن جاء بطبق آخر عليه غطاء ونظرت إلى الأطباق التي أمامها بدأت يعني تحد النظر وتريد أن تفتح الطبق الآخر المغطى وتريد أن تأخذ ولكن والدها أوقفها لحظة تان 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 أنا بقى يعني لازم حد يقولي موسيقى تصوري يا جماع شوفوا بقى حصل صورة اللي بعد كده قال لها بقى إيه أنت أمامك أشهى والأطباق لماذا تريدي أن تفتحي الطبق المغطى قالت له مدام إنه مغطى فلابد إن الذي به أجمل بكثير لأنه تميز عن غيره فابتسم أبوها وقال لها بقى الحكمة بقى بتخل رايي يا سلام عرفتي بقى ليه أنا غطيتك بالحجاب يا حلوة بصت في الأرض وفهمت قصده ومن بعدها هي أجمل طبق والأستاذ بقى طلع بالفتوى التويتية العظيمة دي قال لك النقاب يعني التعقيد باختصار يعني أنه النقاب هو إخفاء ما يستحق أن يخفى ليرى من يستحق رؤيته في نهاية الأمر أنت بقيت طبق أكل الاستخدام حيأكله ويشبع منه ويحطه على جنب ويروح يشوف له طبق تاني مدغطي أن تمثل المرأة إن قيمتها من قيمة طبق مدغطي ولا بمبنامت عليها اللزاء بتاعها ولا حتة شوكولاتة مش عارف إيه يعني معاني القصة دي وأمثلتها كلها بيحفر في وجدان المرأة ما حفروا الإسلام في وجدان الرجل إنها شيء للاستخدام هعيدها تاني القصة دي وأمثلتها بيحفر في وجدان المرأة اللي حفروا الإسلام في وجدان الرجل إنها شيء للاستخدام فبماذا تفتخر المرأة المسلمة اليوم؟ ما تقولي ليش إن دي اخترعات شخص لا ده مفهوم إله الإسلام ليك اللي غرزه في وجدان الرجل وبالتالي أنت صدقتي إيه هي قيمة الإنسان؟ يعني أنت قيمتك إيه؟ هل أنت قيمتك في اللي حتقومي بيه الدور اللي حتقومي بيه مع هذا الزوج وإمتاعه وتربية عياله وكلام ده؟ إيه قيمتك كإنسانة؟ هل القيمة في أخلاقك؟ أو شكلك أو لبسك أو مكانتك الاجتماعية أو المال أو الزكاء؟ هل كل ده هو ما يعطيكي القيمة الحقيقية؟ أنا هقولك حاجة يا أختي بمنتهى الأمانة لو عندك مال الدنيا وعندك أحسن جوز وأحل عيال وكل حاجة في الدنيا لكن ما تعرفيش إمتك الحقيقية أنت ناقصك كل حاجة في الدنيا أقولك إمتك الحقيقية إيه؟ إمتك الحقيقية هو حب الله ليكي الله لأنه أحبنا أعطانا قيمة لما الله نفسه يقولك أنا بحبك عشان كده أنا جيت أفديك والله النهاردة بيقولك قمتك الحقيقية إن أنا اشتريتك بدمي وفديتك بدمي عشان يكون لكي حياة فترجعي تعيشي معايا زي ما أنا كنت عايز من البداية تخييني إن الله إله الكون بيرعاك ويبحث عنك قمتك في إن الله بيبحث عنك يقولك إنه يعني عدد شعر رؤوسكم محصاة حتى ده إن الله مهتم بيكي أنت شخصيا على فكرة الإسلام ما فيهوش كده خالص واللي يقولك غير كده يبقى بيتحك عليك الإسلام يتعامل مع الناس كمدموعات جيتي ما جيتيش إنتي مش مهمة قوي لكن المسيح يتعامل معاك كفرد إنتي مهمة عند هذا الراعي الصالح في الكتاب المقدس المسيح بيحكي لنا عن قصة الراعي الصالح اللي راح يدور على عنده 99 خروف وراح يدور على الخروف الواحد اللي تقايا لحد ما لقاه وبيقول كده يعني هو هو أنتم أنتم كأولادي مش أحسن من خراف كتيرة إذا كان عشان خروف الراعي الصالح راح يدور عليه وما بال أنتو ربنا عايزي يقولك ما بال أنت يا بنتي أنا مهتم بيكي أنت أنتك ما تشتراش بدما ما حدش يشتريكي بمهر لكن أنت إمتك من قيمة محبة الله لك بذكر كل أخت عابرة بتسمعني النهار ده إمتك هي بدم المسيح اللي اتدفع فيك وهو يعلمك تعيشي إزاي بالمحبة دي بالحب ده بالفداء ده كل يوم هو يشفي كل جرح وضعه الإسلام فيك من يومين كنت بصلي وربنا وراني أنه ساعات ببقى أجي كده في أماكن وبقى قعدة قدامه كده ومش عارفة مش عارفة أقول كل حاجة في قلبي ساعات لحد ما ربنا وراني أني تعلمت أني ما تكلمش قدام أبوي أنا تعلمت كده ما تكلمش قدام أبوي كلنا تعلمنا كده ما نتكلمش كتير يعني يحسب كلامك كده ونت بتكلم مع أبوك لكن ربنا أداني شفاء كده قال لي يا بنتي أنا أبوكي السماوي تقولي قدامي كل اللي أنت عايزاه تتكلمي معايا وتفتحي قلبك بكل الطرق وربنا أداني حرية من ده فأنا بصلني النهاردة أن ربنا يديكي حرية كمان أنك تعرفي أنه هو بيحبك فاشتراكي وهو اللي يقدر يشفي كل ما وضعه الإسلام فيك إذا العالم بيقولك إنك شيء للاستخدام ربنا بيقولك لأ أنت بنتي أنا أكرمك وعززك وأعطيكي لأنك تستحقي لأنك بنتي مش علشان خطر صلح فيك يعني وعشان أنت بنتي أنا أتحنن عليك أتمنى أنه النهاردة ربنا يديكي الشفاء ده إذا كنتي حتى مسيحية وما أنتش عارفة الكلام ده عن عن ربك وإلهك ومحبته ليكي توبي يقولي له رب أنا عايز المكانة دي معك خليني أديكي أمثلة تانية واسألك يا أختي المسلمة النهاردة يعني اسمعي كده الحديث ده خلينا نشوف الموضوع إيه إنك ما تقودش مكان واحدة ست شوف الصورة اللي جاي بيقول كده الحمد لله والصلاة والسلام مش عارف إيه فقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه إنه كان بينهي أن يقعد الرجل مكان جلوس المرأة حتى تمدي مدة زمنية يعني وحدة تبقى قعدة على في حتة ما تروحش تقعد وراها على طول بقى نفس المكان ليه بقى؟ بحيث إنه لما تستنى شوية المكان هيبرد فما تحسش بالدفع اللي كان مكان قعدة الست دي يعني يعني وصل الأمر إنه كل التركيز في يعني الفكرة عن المرأة إنه إنه حضور المرأة في المكان لإنها بس دفت الكرسي واحد هيقعد مكانها هيمكن تصارش ههوته المشكلة في الست اللي قعدت ولا المشكلة في المخ اللي بيقول له أنت ممكن تصارش ههوتك وده يعني إتس أوكي ما تبقاش تعد بسرعة ولا توب لو كان ده أتيتيودك لو كان ده قلبك ولا لو كان ده فكرك هذا الفكر الشيطاني يركز كل ما تفكر فيه أنت كراجل وأنت كمرأة في العلاقات الجنسية لأنه دايما ما يشغل بالك بالأمور دي فينشغل قلبك فيها فتبقى يعني كل اللي أنت بتفكر فيه كل ما هو للجسد مش اللي منروح ربنا إزاي حديث زي ده يتقال عنك وإنت تقولي إن أنا مسلمة وافتخر يعني هل الهدف من الحديث ده للراجل ولا للمرأة في النهاية مرة تانية كل ما يهتم بيه هذا الدين هو الجنس فقط دورك في الحياة إذا كان عقد الجواز مثلا يسمى عقد نكاح ونكاح بثمن يدفع مقدما ده مش ثمن لأن تمنك غالي ده عارفين ده إيه يعني أما يقول إن العقد ده ما ينفعش وما يبقاش جواز إيه اللي حصل الجماعة وإنه الجماعة ده لازم يدفع التمن أنت بتشتري أنت بتشتري حاجة تكلمنا في الموضوع ده كتير الستات بقى عشان يتغلبوا على هذا الأمر اللي تقولك أنا أتدفع فيها كذا والتفاخر بالمهر اللي اتدفع فيها والتفاخر بالشبكة اللي جات لها والتفاخر بالشقة اللي عندها والكلام ده كله وهي في الآخر دخلة على عقد شرعي يعني تقنين العملية الجنسية فهي في الآخر سلعة الدفع فيها تمام لكن الزواج الحقيقي ما بيبقاش كده زواج الحقيقي بيبقى فيه عهد قلبي بين الله والرجل والمرأة ويستمر العمر كله ويستمر العمل على يعني إصلاحه و و و إعداده العمر كله والهدفه إنه يخدم مجد الله مش أهداف شخصية بس الكلام ده ما هوش موجود في الإسلام يعني فأنتي بتفتخري بإيه؟ إنك سلعة فقري في الأمر ده في موضوع الجواز وسن الجواز تشريع مفخدة الصغيرة وغيره المشكلة يعني إنه الحاجات دي موجودة وإنتي عارف إنها موجودة وإنتي عارف إنها موجودة سن الجواز ده تشرعه محمد تجوزها ستة وفخدها وبعدين بنا بيها وهي تسعة مش كده؟ هي ابتدت منه اللي وصل الدين اللي وصل الشرع هو ابتدى بيها لكن عارفين مين أنقذ المرأة المسلمة النهاردة؟ القانون الوضعي هو اللي أنقذ المرأة المسلمة مش التشريع المشرعين النهاردة بيغيروا رأيهم عندك شيخ الأذر بيقولك إيه كفاية زوجة واحدة لا هو يعني هو يقدر يقول كده الزوجة واحدة تكفي لأنه عنده السلطة دي لكن إلهه قال لك لا خد مسنا وسولة سوء ربع زي ما أنت عايز ساب الأمر مفتوح فشيخ الأذر هو النهاردة اللي هيغير التشريع كويس بس ده مش الدين ده شيخ الأذر زي التغييرات اللي حصلة في السعودية ده مش الدين ده محمد بن سلمان مش الدين ده الأمير القانون الوابعي أنقذ المرأة وأعطاها حق سلبه الإسلام في الميراث والطلاق والزواج والخلع والحماية والعمل والمساواة فالمرأة المسلمة النهاردة بتفتخر بإيه؟ ده سؤال إن لم ي... أنت بتقولي أن الإسلام أعطاكي كل الحقوق دي وهي الحقيقة ما تجيش منه يعني الخلع مثلا ده القانون هو اللي قرره وهيفتصوا عايزين يغيروه حمايتك لما تروحي المحكمة مضروبة ما تقدريش ما تقدريش تطلقي مين يعني النهاردة مثلا في موضوع ضرب المرأة لما يجي يقولك إيه إنه لا 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 موضوع الضرب ده مش موجود وأصل يعني المفروض إن الرجل ما يضربش أنت النهاردة على حسب المجتمع اللي بيسمعك المجتمع اللي بيسمعك بيقول عيب إن المرأة تضرب لكن زمان أما رحولوا الستات وقالولوا بنتضرب كل يوم فقال لهم خلاص محدش يضرب وبعدين جوم الرجالة قالولوا لا الستات حتركبنا فقال لهم طب معلش تضربوهم وباتت الستات كلهم بيتكسروا الليل كل ده كان إيه سمعين سريخ الستات في كل حت ده كان إيه تصريح موجود يقدر رجل يستخدمه النهاردة قصة عبدالله بن الزبير ومرطين واللي كان يربط شعرهم في بعض كده ويفضل يضرب ما كانش فيه مسواك كان بيضرب ضرب لدرجة أنه أسماء كانت بتعرف تستخدمه وتخلي التانية تتضرب كويس ضرب موت لأنه عنده تصريح من هذا الإله ما تعرفيش تربوسي القصص الماضية دي اللي أنت عايشها النهاردة معظم الستات بيقبلوا موضوع أنهم يعنفوا لفظيا أو جسديا أو وبيستحملوا يقولك أنهم استحملوا عشان العيال وكده للأسف أنت نشأتي في بيت وأسر ومجتمع إسلامي بيقول أن الراجل من حقه أنه يعمل كده فممكن تكون والدتك مرت بدا وجدتك مرت بدا وإخواتك بيمروا بدا والرجالة في عيلتك برضو بيعملوا ده في ستات الناس فبقى الأمر عندك يعني آه ما علش ما إحنا مستحملين عشان العيال أصلهم الرجالة كده مش هي المسألة أن الرجالة كده المسألة أنه الشيطان من خلال هذا التشريع أعطاهم فرصة لأنهم يشويهوا صورة الله مش ده اللي ربنا عايزوا ليك ما تفتخريش باللي بينزل أمتك لما تقولي مسلمة وافتخر لو سمحتي بعاتيني أنت بتفتخري بإيه خلينا نشوف التويتر اللي جاية دي التويتر أكاونت ده اللي اسمه صورة نساء مصر أنا الحقيقة يعني بتعجبني تعليقاتهم بتقولي كلام منطقي جدا الخلع كان مرفوض بإسم الدين الختان انتشر بإسم الدين ما تقدرش تقولي أن الختان مش موجود اسمه عبدالله رشدي والحويني وكل الناس دي كله الشيخ الأظهر نفسه قالوا أن الختان موجود ومش عارف إيه ودكتور يعني الختان انتشر بإسم الدين جرائم الشرف منتشرة في البلاد العربية بإسم الدين لأنها يعني خرجت عن إطار الدين التعدد ومنع الميراث والضرب وزواج القصرات كلهم لهم تبريرات من الدين وفي الآخر يقولك بتقولي حقوق المرأة واخدين حقوق المرأة سطار عشان يتكلموا ضد الدين أنا عجبتني التويتر دي وحبيت أوريها لكم بس لكل ست بتسمعني النهار دا هل كل الكلام دا ملوش علاقة بالدين وبعدين في الآخر تقولي مسلمة وأفتخر مشكلة سفر المرأة بدون محرم مثلا اختلف يقولك اختلف بقى فيها الفقهاء ولكن يعني خليني قرأ لكم في حد كاتب تعليق بيقوله حضرتك يعني شو بدك بالمرأة المسلمة هتمي بالمرأة المسيحية ويسيبك من المرأة المسلمة زي ما حضرتك بتفتخر بدينك المسيحي والمرأة المسلمة بتفتخر بدين الإسلامي لم أرى في حياتي امرأة تحقد على الإسلام وتحرص على الفتنة الطائفية أكتر من حضرتك اهتمي بالمرأة المسيحية وبدينك واتركي الخلق للخالق يا أستاذ صلاح أولا أنا من حق أتكلم عن المرأة المسلمة لأنه أنا كنت مسلمة وأنا بتكلم عن دين أنا عشته ومارسته وأثر على حياتي وأثر على فكري وبتكلم عن ما يخص المرأة المسلمة حضرتك بقى أنت راجل أنت مالك إيش عايز تسمع ما تسمعش لكن فكر في اللي أنا بقوله أولا المسيح لا يعني يضع أو ما بيخليش مجال في قلوبنا إن إحنا نحقد على حد ولكن هو بيدينا بالعكس محبة للعالم كله وغفران للعالم كله أنا ما عنديش مشكلة مع المسلمين أنا عندي مشكلة مع الشرع الإسلامي وليس في قلبي أي حقد أو غضب على أي مسلم أو مسلمة في العالم ولكن أنا عندي غضب من فكر شيطاني بيغمي عنيكم وبيخليكم ما تشوفوش الحقيقة أنا بشكرك إنك بتعلق وبشكرك إنك بتتفرج لو أنا قلت حاجة غلط في الكلام اللي أنا بقوله لو التشريعات دي مش موجودة حقيقي قللي لو مش إله لو يعني لو مش مفهوم كده إنه المرأة في الإسلام هي نقصة عقل ودين فعشان يخففوها يعود يقول لها أصل هي نقصان عقلها إنها عندها العاطفة أعلى من المش عارف إيه ونقصان دينها إنها ما بتصليش أسبوع في الشهر علشان عندها الدورة الشهرية يعني أنا عايز أفهم هو ما شفتوش رجالة عاطفيين أكتر مثلا ما شفتوش رجالة عندهم العاطفة أعلى من العقل لا فيه طب والست بعد ما تنتهي منها الدورة الشهرية بيرجع لها ربع ولا إيه والفكرة في كل ده هل الله يخلق إنسان ناقص ويقول له يعني بيخلقنا ناقصين ويقول لنا عيشوا كده يعني أنتوا اتصرفوا ولا الله بيعطي إله عادل يعطي إمكانيات كاملة متكملة متساوية للكل علشان يبقى كلنا متساويين أمامه لما نقرأ الكتاب المقدس الكتاب المقدس من الأول بيقول لنا إن ربنا خلقنا متساويين لكن كل واحد ليدور من الأول كده إحنا زكر وأنسى على شابه هو مثاله هو هيعمل كده وإنت هتهتم بداه إنت هتهتم بداه وهو هيهتم بداه وربنا أدانا أدوار لكن لم يتكلم على العقلي ولم يتكلم على إنسانيتي وقال أنت نقصة ده البشر هما وأنتي السعودية فتحت الباب لأن المرأة تسافر وطلع تصريح سفر بدون ما يكون معها محرم أو بدون ما وليها يوافق أو لا يعني برضو أرجع أقول إنه ده تصريف من الأمير وإنه ده شكل هما عايزين يوصلوا لأن السعودية بقى شكلها مختلف في عشرين ثلاثين مش كده فهم بيبنوا لده ده تصريف قانوني وإنساني ويعني واحد بيعد البلد لأنها يبقى شكلها بلد متحدر ده مالوش دعوة بالدين لأن الدين يا سدزة شال عن المرأة إنها تكمل يعني فريضة من فرائد الإسلام اللي هي الحج لو ما عنداش محرم قالك خلاص ما عليك يش زنبي يعني لو أنت ما عندك يش محرم ما تروحيش يعني حرامها من إنها المفروض يعني إن الحج ده بقى اللي يتغفر فيه كل الزنوب والفرصة اللي هي تقدر يعني تروح تبقى قريبة من الله وتزور قبر الرسول وكل الكلام اللي كنا بنسمعه ده حرامها منها عشان ما عنداش محرم النهار ده بقى الشيوخ عندهم تصريفات تانية عشان يعني يمشوا الأمر لكن الأصل بيقول إنه محمد قال إنه ما فيش واحدة ستة تطلع لمدة سفر يوم وليلة من غير ما يكون معها محرم الشيخ الأزهر بقى يقعد يقول لك أصل زمان كانوا بيطلع قطاع الطرق وأصل مش عارف إيه بس ده كان زمان بس مش دلوقتي ده رأي حضرتك مفيش إثبات هو سبها كده على الإطلاق مفيش ولا واحدة ستة تطلع يوم وليلة غير هالي بقى اديني نص تاني حديث تاني مفيش خلينا تكلم عن موضوع يعني مفهوم الفخر في الثقافة العربية بس عايزكي تفهمي وتفكري كل اللي احنا قلناه سابقا ده ده يخليكي تفتخري بالإسلام في إيه السقافة العربية فيها مفهوم الفخر والتعالي ده بشكل غير عادي فمثلا تلاقي كل الشعراء الشعراء الأدام والحد النهاردة يعود يقولك احنا من كنا وكان أجدادنا وأنسابنا والفخر بالأنساب والانتماءات والقبائل يعني أحجام القبائل وانتصارات القبائل إنهم مثلا يدخلوا حرب يقتلوا فيها اتنين ثلاثة يقولك وقتلنا منهم ألف ألف وحاجات زي كده فمازلنا احنا لحد النهاردة العرب برضو عندنا نفس كده تغيير الواقع لأنه لازم يكون في تفاخر وتفخيم وتعظيم وكل ده بيصب في إطار النفس الأنا إحنا مجتمعنا ويتكلم إله الإسلام بنفس الصورة لأنه هو اللي علمهم ويقول لهم أنتم خير أمة أخرجت للناس خير العرب الفكرة ده أولا ملوش قدلة يعني خليني يعني خليني أقول أنتو خير أمة أخرجت للناس ليه برضو أنا ممكن أعمل عليها حلقة دي كمان بس يعني خلاص بأكد أنتو فهمتوا ليه طب أنت خير أمة أخرجت للناس ليه عشان بتنتجي إيه للبشرية عشان بتعملي إيه يعني إيه الفايدة هي أنتو خير أمة أخرجت للناس لأنه هو قال كده لكن ما فيش دلائل على ده ما فيش حتى دلائل واقعية في وسط العالم العربي والإسلامي الفكرة ده دخل الكبرياء والصلافة في العقل العربي الإسلامي فما تتكلم مع شخص عربي يتكلم بكبرياء عن إحنا وأرضنا وشعبنا ومش عارف إيه والإسلام ودين الله ويعني في واحد عامل محاضرة تلات أربع مقاطع مثلا كل مقطع ساعة عن إزاي أنه إحنا نفتخر بالإسلام ليه إنه نفتخر إن إحنا مسلمين فبيتكلم مثلا عن الكرم عن الكرم العربي عن الحمية اللي فيهم للحماية النساء ومش عارفة كلها كلام يعني ما هو الناس عندهم الناس بره برضو عندهم كرم يعني أنتوا بصوا مثلا الدول الغربية اللي بتحتوي أكتر ناش أخدوا مهجرين كان في الدول الغربي الدول العربية ما عملتش ولا ربع اللي بتعمله الدول الغربية للمهجرين ده مش كرم الفكر الكبرياء ده أعمى عينينا عن مشاكلنا وأخطأنا ومصائبنا لأنه الكبرياء ده داخل في يعني الإطار الإسلامي لأنه إله الإسلام قال عن نفسه أنا متكبر فزرع ده في اللي بيتبعه السبب الرئيسي في أنه يعني موضوع التفاخر ده مشكلة كبيرة أنه الأمر يتصل بالمظهوم الروحي للفخر والكبرياء الإنسان المتكبر والمتفاخر ما بيشوفش عيوبه وأنا وقصه فعشان كده أنا بقولك النهار ده أنه روح الإسلام فيها كبرياء وفيها تفاخر وأنه ده هو اللي مخليك يشايفه أنه يعني يمكن أنت بتفتخري بحاجة أنت حقيقي ما أنتش فاهمة أثارها عليك إيه الإنسان المتكبر والمتفاخر ما بيشوفش عيوبه عشان كده أنت مش شايفه العيوب والمشاكل والنواقص اللي في حياتك لكن كل اللي حواليه بيشوفه الحقيقة الإنسان اللي بيجدب على نفسه لما يصدق الكتبة زي ما أنا عملت كده وأنا لسه صغيرة اللي حواليه كانوا شايفين أنه أنا بغطي على مشكلة عندي كل اللي حواليكم شايفين الحقيقة العالم كله شايف حقيقة الكبرياء والفخر الإسلامي الفاضي المسألة النهاردة مش ضربة في الإسلام ولكن المسألة دايما تحتاج مننا خطوة توبة شوفوا الكبرياء الكتاب المقدس بيتكلم عنه بيقول أنه قبل الكسر يأتي الكبرياء وأنه الكبرياء خطية رهيبة جدا وأنه التفاخر ده بشيء لا يخصك ولا هو بتاعك ولا أنت ليك يد فيه ولا هو ليه حقيقة ده حاجة تخليك تبقى مركز على نفسك أكتر فمتشوفش بتشوف نفسك أحسن من كل الناس ومتشوفش عيوبك ومتشوفش المصائب اللي أنت بتقع فيها الكبرياء والفخر هم عكس تماما عن التوبة والإتضاع عايز أقول لكم حاجة يعني أما تتكلم عن مثلا عيلة مسيحية تلاقي معظم الناس أو التعليق لهم يقولوا أنهما ناس متواضعة العيلة المسيحية المؤمنة الحقيقية حتلاقي فيهم تواضع لأنه هم شبه إله المسيحي قال كده يعني شوفوا أنا وديع ومتواضع القلب تعالوا بإبو زي خليكم رحمين رأوفين لطاف مع الناس خليكم متواضعين مع الناس توبل ودعاء لأنهم يارثون الأرض يعني الوديع يدعو الناس لي هتلاقي أن العيلة المسيحية الملتفة حول الله عارفين ليه ده بيحصل فينا التغيير ده بيحصل فينا ليه لأنه الإنسان المسيحي يجلس مع الله الله هو العامل الأكبر في حياته يومك بياخده كله الله بتصحي تقول له يا رب احنا هنعمل ايه النهاردة عايز مني النهاردة عايز تعلمني النهاردة رب كلمتك قالت كده النهاردة وريني أفهم دي ازاي أتعلمها ازاي أنمو فيها ازاي رب أنا بتوب أمامك عنده هو مركز حياتك فعشان كده أما يكون الله مركز حياتك ذاتك بتصغر تصغر تصغر لحد ما تروح الإسلام يعلم كبرياء الذات ونفخة الذات أما الله الحقيقي فيعلمك أنه ذاتك هتوقف في طريق خدمتك ذاتك هتوقف في طريق محبة الناس ليكي ذاتك هتوقف في طريق اللي ربنا عايز يعلمه لك فيقول كده الكتاب الرسول بوليس فيقول فأحيا لا أنا بالمسيح يحيا فيه أملنا كله أن الله هو اللي يكون ظاهر فينا حاجة تانية اتكلم عنها الرسول بوليس كده قال إيه حاشا ليه أنا أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح وانا وقفت قدام الآية دي وكلمتكم يمكن عنها المرة اللي فاتت تكن شايفا أنه المناسب أن أنا أتكلم عنها تاني النهار ده لما الرسول بوليس قال أنه الفخر الوحيد اللي أقدر أفتخر بيه في حياتي هو صليب الرب يسوع المسيح على الصريب ربنا قدم فداء للبشرية كلها لكل من يقبله بوليس الرسول ما عملش حاجة علشان يستحق هذا الصليب علشان كده يقدر يفتخر بما عمله الله الصليب ده مش من عمل بوليس ولا أنت ولا أنا هو افتخر بحاجة ما فيش ليه فيها إيد عطية الله الدهال وأنا كمان بقول كده حاشة لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح تعرفوا أن ربنا علمني حاجة يعني مهمة قوي وأنا بحضر لكم في الحلقة دي إحنا بنقول لولادنا يا ابني أنا فخور بيك يا بنتي أنا فخور بيك فخورة بيك عارفين كلام ده إحنا حتى لو بنقوله بالتضاع يعني برضو بيترك أثر في حياة الإبن والإبنة اللي بيسمعوكم إنه هم شيء يعني حاجة مهمة شوية عارفين الأفضل إن إحنا نقول إيه؟ أنا فرحان باللي الرب عمله في حياتك أنا مبارك إنه الرب الداني أولاد زيكم عمل الله واضح فيهم أنا سعيد بقمتك في عينينا الله فيرجع المجد كله إلى الله إخواتي العابرين والعابرات والمؤمنين والمؤمنات بقول لكم النهاردة إن لم يكن مركز حياتكم هو المسيح نفسه فكل كلمة تطلع منك تكون عن المسيح مش أنت يعني هيحصل لغبطة في حياتك لحد ما تتعلم إخواتنا اللي بيكلمونا على شاشات التليفزيون ويقولوا أنتم نور مش عارف إيه وأنتم الأفضل في إيه عايزة أقول لك أما تقولش كده أبدا لأنه ليس نور إلا نور المسيح ليس كلمة تحياء إلا تخرج من فم المسيح كل واحد مننا بيقعد قدام الرب علشان يقدم لك إحنا ما عندناش حاجة نقدمها فلا تنظر إلى أشخاص بل أنظر إلى الله علشان ما تساعدش اللي قدامك إنه يحصلوا كبرياء خدام كاثرين يدخلهم الكبرياء وينكسروا خدام الرب النهاردة لو أنت بتسمعني لو دخلك روح الكبرياء لازم تتضع أمام الله وتعطيه هو المجد أنت ما عندكش حاجة تقدمها أنت مبارك لأنك مستخدم من الرب ربنا يبارككم وإخواتي بتكون كلمة الرب في حياتكم النهاردة عاملة مستخدمة تعطيكم حياة تبنيكم كأبناء وبنات الرب اللي ربنا عايز يستخدمهم لمجد اسمه بصلي من أجل ده افتخر بقيمة الإنسان عند الله دي يعني بترفع من قيمتك كإنسان لكن أختي المسلمة أنت ما عندكش حاجة تفتخري بيا بالإسلام بس أنا بقدم لك هدية من عند الله النهاردة الله بيقول لك أنت قيمة جدا في عيني اتدوري وبصيلي واعرفي أن أنا بدعوك أنك تكوني بنتي وتتبعيني اليوم وترفضي كل الأكاذيب الإسلامية دي لو فاضل دقيقة أو اتنين أحب أن أنا أقفل في الدقيقتين الأخرين دي كل ما جاءتكلم على موضوع رضي الله عنهم ده يعني ما بيحصلش لكن هقول لكم في دقيقتين فكرة عندي افحص أيضا الناس الإسلام بيعلمك تتعلم منهم دول ناس لم يعيشوا حياة مستقيمة أمام الله أبدا زي قصة يعني الزبير بن العوام من العشر المبشرين بالجنة ده وده وحاجات كتيرة عنه أول سيوف الإسلام وأول مش عارف إيه وبعدين في الآخر دخل حرب ضد علي واتقتل برضو على يد واحد من اللي رضي الله عنهم برضو يقول لك واجب علينا أنه في الصحابة أنه الصحابة يعني يعطوا الإجلال والإكرام والتبجيل والتفخيم والكلام ده كله لأنهم بس كانوا صحابة محمد ولكن الواقع أنك تلاقي أن في قصصهم أشياء مرعبة إزاي قتلوا بعض يقول لك حقوق الصحابة على الأمة كان للصحابة الفضل الكبير في الصبق إلى الإسلام لذلك كان لهم عدة أو عدة حقوق على الأمة منها الاعتراف بفضلهم وفضائلهم ومحبتهم بالقلب والسناء عليهم باللسان والاقتداء بيهم والاعتقاد بخلافتهم كل دول كل الكلام اللي بيقول لك اعمله علشان يعني تتعلم من اللي أنت بتقول رضي الله عنهم دول لو كان واحد منهم مثلا زي عثمان بن عفان ده لو عثمان هو مثلك في الحياة عندك مشكلة كبيرة لأنه لم يكن راجل الأمين أبدا وفي الآخر مات على دين أصحابه بصلي أن الله النهاردة يتكلم بالحقيقة في قلوبكم جميعا بشكركم على المتابعة والرب يستخدمكم وأراكم في الأسبوع القادم